صباح الخير مشاهدين الكرام دلوقتي وصلنا لمعايد فقرة الإخبارية اللي بنقش فيها أهم الأخبار المقالات الحوارات والتحييات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية مشرفنا النهاردة ضيفي الكريم الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق صباح فرد دكتور عبدالله ويكون سعداء دايماً وجود حضرتك معنا صباح البلد ربنا بارك حضرتك وصباح النور على جميع المصريين وعلى جميع العرب وإن شاء الله تبقى أيام خير بيزيلا رب الله ومأمين دكتور عبدالله والحقيقة إن احنا بنسعد بوجود حضرتك لإن دايماً يعني حياتك بتكون مشرفنا في الافتتاحات الكبيرة اللي بتقوم بيها مصر إحنا كمان حظنا حلوة بتعليق حضرتك لإن كنتم معاينة في افتتاح مدينة منصولة جديدة وافتتاحات المشروعات القومية في السهاج والنهاردة افتتاح مدينة سايلو فودز يا رب على طول كده دايماً في افتتاحات وفي خير وبركة وفي تنمية كبيرة يعني بقالنا سبعة تمان سنين افتتاحات وأشياء جميلة وإن شاء الله يستمر هذا الأمر بإذن الله إن شاء الله اسمحي نبدأ مع حضرتك كوي سادة المشاهدين جونتنا في صحافة النهاردة من أخبار رئاسة الجمهورية حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز وعلى هامش الافتتاح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج مضيفا أرجو أننا نخلي بالنا بنعكس مدى فهمنا ومدى تقدرنا للعلاقات مع الأشقاء وبالتالي لما يبقى في موضوع بيتم تدوله بدون أساس وملوش خلفية بنقعد ونتكلم في أمور قد لا يكون لها أساس من الصحة طيب ليه؟ وهنمشي وراء بعض المواقع المغرضة اللي عاوزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء أقل حاجة نعملها نسكت وإن ما كناش نقول كلام طيب نسكت حتى وسائل إعلامنا اللي احنا مش بنتدخل فيها احنا مش بنكتب إلا دايما لصالح تحسين ودعم العلاقات مش العكس علاقاتنا طيبة بالجميع وده منهج مشين به مش النهاردة ومنذ توليت المسئولية ده ما صار بتنتهجه كدولة حتى في الأزمات والخلافات الكبيرة كلام في غاية الأهمية وتوقيته في غاية الأهمية الحقيقة دكتور عبدالله والحقيقة أنا عايزة أتوقف هنا عند أكتر من نقطة أولا سيادة رئيسة عفتاح السيسي دائما وأبدا ما يتحدث في كل الأمور التي تشغل بها لكل مواطن مصري في كل الحقيقة يعني الشؤون سواء المحلية أو العربية أو الدولية ويعني بيكون في استثمار جيد لمثل هذه الافتتحات الكبرى مبدئيا دكتور عبدالله ونحن نتحدث عن مدينة سايلو فودز واحدة من أهم المدن الخاصة بالصناعات الغذائية في مصر الآن نتكلم عن مساحة 135 فدان المرحلة الأولى 102 فدان تم افتتاحها في أغسطس 2021 المرحلة الثانية بتضم أربع مصانع طبعا نتكلم عن خطوط إنتاج بقى خمس خطوط إنتاج لإنتاج البسكويت بقيمة 20 طن في اليوم بقدرة إنتاج 20 طن في اليوم خمس خطوط إنتاج للمقارونة 500 طن في اليوم نتكلم عن أرقام كبيرة دكتور عبدالله بالإضافة طبعا للعديد من الصوامة 14 صومعة ومطاحن دقيق دكتور عبدالله يعني مصنع زي سايلو فودز ويفتتاح المرحلة الثانية فيه يعني الكثير ما يعول على أنه واحد من أعمدة الأمن القومي هو والعديد من المصانع في هذا المجال دي أول نقطة محتاجين نعلق عليها برضو فيه يعني الحقيقة بقى كلام سيادة الرئيسة عبدالفتاح السيسي ألهام فيما يخص سياسة مصر المتزنة والتي تتسم بالتوازن والاعتدال والانضباط مع الأشقاء والحقيقة نسيادة رئيس أشاروي أن احنا ما بنساش أبدا لا تنسوا الفضل بينكم وقفت أشقائنا معينا في كل المواقف وأن احنا كلنا لحمة وإيد وحدة وأننا لا ننسى قراء الشائعات خاصة في وقت يعني الفتنة بتدخل كده يعني الأسف الشديد من بعض المواقع اللي احنا مش متخيلين أن هي يعني تكون هو ده الهدف الأساسي لها كيف رأيت هذا الافتتاح ألهام وكلام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر يعني طبعا نبتدي الأول بالافتتاح يعني احنا كنا بنتحدث كثيرا على أن القاطرة لأي اقتصاد هي في الصناعة وتحدثنا أنا وحضرتك كثيرا قلنا أن على الحكومة أن تلتقط طرف الخيط فيما يتعلق بهذه البنية التحتية الهائلة في عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي احنا عندنا بنية تحتية بيحتاجها أي سسمار وأي صناعة هي قائمة على وجود بنية تحتية عاوزين محتاجين كهرباء محتاجين غاز محتاجين طرق محتاجين أشياء كثيرة جدا تم توفيرها في الدولة المصرية في السبع سنوات الماضية وبالتالي لابد أن يكون هناك الصناعة لذلك تحدث سيادة الرئيس على أني آه فعلا لازم يكون فيه صناعة والصناعة هي هامة جدا وبدأنا أننا نتحدث عن صناعات هامة زي الصناعات الغذائية طبعا دي مهمة في التوقيتات ديت ثم هنتكلم عن صناعات المتعلقة بالزراعة زي الأسميدة زي ما سيادة الرئيس تكلم على ثم الصناعات الدوائية ودي الحمد لله برضو نفس الكلام يعني نتحدث عن أشياء مهمة جدا هتوفر علينا مليارات من الدولارات لإني في الأول والآخر أنا الحاجات دي بستوردها فبالتالي أنا لما أبتدي أصنعها هوفر فيما يتعلق بالجزء الثاني وهو ما يتعلق بالرجد السياسي والإعلامي الرجل السياسي ده متطلب مش فقط من المواطن لا لحد ما نوصل إلى أعلى مسؤول لإني لما تحدث في علاقات الدول علاقات الدول قريبة شوية من علاقات الأفراد بتتوتر وفيها صعود وفيها هبوط وده أمر طبيعي فمن الطبيعي أني بعض الأوساط زي الأوساط الإعلامية بالذات لما يكون أوساط إعلامية مقربة من الدولة أو تحسب أنها حكومية بالتأكيد أي كلام بيقال لها قد ينسب إلى الدولة المصرية نفسها عشان كده أنا أطفت مع سيد الرئيس لأننا علاقاتنا بالأشقاء هي علاقة جيدة وما ينكر وقوف الأشقاء خصوصا أشقائنا في الخليج المملكة العربية السعودية الإمارات الشقيقة الكويت البحرين عمان الكثير من الدول العربية لكل دول مجلس تعاون الخليجي ده كل التحية والتقدير والاحترام لهم في كل وقت ولو حدث حتى ولو في بعض الخليفات ده أمر طبيعي بين الأشقاء لأنها في إطارات برضو أو في إطار أخوي تمام وبالتالي حتى ولو كان في هذا التوتر لا يسمح من غير مسموح أنك أنت يعني ده كده ده نوع من أنواع الفتن حتى في كل الكتب السماوية يعني ممنوع أنك أنت تكون وقود أو طلقي بحطب في هذه الفتنة يعني على الأقل زي ما قال سيادة الرئيس هو الصمت يعني أنا كثيرا لما كان البعض كان حتى بيسألني في بعض يقول لك العلاقات قال لهم يا جماعة العلاقات هي علاقات طيبة للغاية طب بأصل الدولة الفلانة وما له إيه المشكلة كل دولة بتعمل وفقا لمصالح وأنا عشان لو ما عملتش المراتي وفقا لمصالح يبقى أبتدي أهاجمها طبعا كلام مش صحيح عشان كده أنا بقول يجب أن يتسم أو تتسم التصريحات والمقالات وأي شيء بالرجد السياسي والرجد الإعلامي ومش معنى أني في بوادر توطر أنا ما بقولش مشكلة بل بالعكس أنا الحمد لله مش شايف أي مشاكل دي لو كان في بعض التوترات نتيجة ظروف معينة علي على الأقل زي ما قال سيدة الرئيس الصمت تمام واسيب المسؤول الأعلى مني هو لي يتحدث لأنه هيجي وقت من العلوات لكن هذه الأمور للأسف الشديد تشوب العلاقات وتسيء إليها وبالتالي أنا أتفق وحتى في العلاقات يعني يعني يكونوا عباد الله إخوانا يعني ما ينفعش أن أنا أتراشق حتى بالألفاظ لأن سيدة الرئيسة فتاح السيسي أشاري حتى في قضية سد النهضة وإثيوبيا إحنا لم نسيء يعني ولم نتحدث أي دولة تجاوزت في حق نصر على مدار تاريخها مصر لم تتفوه بأي شيء وموضة صح يعني يدنها لأنك أنت من النقطة دي تقدري تبني لكن لو أنت أسأتي هتضطر تصلاحي الأول عشان توصلي للمرحلة اللي تبتدي تبني عليها لكن لما أنا أكون على الأقل زي ما قال سيدة الرئيس لم أسق لإثيوبيا لم أسق لأي دولة ها ضربني من النقطة دي الأدام ودينا شايفين يعني في مواقف مصر بتعلو فوق الخلافات وتسمو الإنسانية أولا بالنسبة لها على فكرة العراقة الدول وتاريخها وحضرتها بيبان عندها الخلاف حتى لما بيقول في الأفراد العادين يقول لك أنت عاوزة تعرف الشخص ده أصيل ومحترم أزمه أزمه أقل هو إيه زي ما قال الرسول على السلام إن كنت تاخد جنب من الفتنة كده تبعد مش إنك أنت تكون وقود أو حطب لهذه الفتنة عشان كده أنا أتفق مع سيدة الرئيس فيما يتعلق بإني العلاقة بالأشقاء هي علاقة طيبة للغاية إذا كان هناك بعض توترات ده أمر طبيعي ده أتنين إخوات في البيت ممكن مظبوط دكتور عبدالله يختلفوا يتبقى في المشاكل وزي ما حيثك أشرت يعني إلا نقل خيرا أو لمصمت يعني في هذا الأمر خل خيرا أو لمصمت فعلا وأيضا النقطة للقطاع الخاص يعني الدولة الحقيقة بتقوم بدور مهم جدا لأن يعني البنية التحتية أصعب حاجة ممكن تكون على القطاع الخاص عمل على أتمى الوجه بتوتيح هذه الفرصة للمصانع وسترد رئيس عفتاح السيسي قال مبارح كمان إن الرخصة الذهبية إحنا عملينها لشان كده التعامل بشكل مباشر مع دولة رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهورية بشكل مباشر فإذا في متابعة حثيثة من الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات والصناعة في مصر بشكل كبير دحية وده يسعدني جدا أكيد أكيد دكتور عبدالله خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر هام حيث ننتقل إلى أخبار رئاسة مجلس الوزراء حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس أحمد الصفضي رئيس مجلس النواب المملكة الأردنية الهاشمية وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب الأردني في بلده الثاني مصر مشيدا بما تشهده العلاقات بين القاهرة وعمان من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومؤكدا ضرورة مواصلة جهود توسيع نتاق مجالات التعاون الثنائي وتعمقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين وفي إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وأهداف استراتيجية كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على قوة علاقات الأخوة والتقدير التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي جلالة الملك عبدالله الثاني ولذا ينبغي البناء على هذه الصلاة القوية بين زعيمي البلدين من أجل مزيد من التعاون في شتى المجالات كما تطرق إلى تنامي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات معربا عن شكره للرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطنون المصريون العاملون في الأردن من جانب الحكومة الأردنية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني يعني حيث كنت تتكلم دكتور عبدالله عن العلاقات الأخوية والعلاقات المصرية ولعل الخبر ده هيخذنا شوية لجزء من تخصيص العلاقات المصرية الأردنية العراقية لأن في تعاون ثلاثي قوي ومهم جدا شوفنا زيارات متبادلة بين الزعماء وبين رئيس الوزراء في العراق أكثر من مرة في بغداد مؤتمر بغداد للتعاون والأمن شوفنا أكثر من مرة شوفنا زيارة وصفت بالتاريخية ليست رئيس عفتح السيسينية بغداد شوفنا شركات كبيرة بتقوم بإعمار العراق شوفنا الحقيقة كمان الأردن زيارات متبادلة وفي مشروع يعني وصف في 2020 بأنه مشروع الشامي الجديد وأن المشروع ده هيكون فيه ربط مهم بين العراق ومصر والأردن وده يعني شغالين عليه بقيد التنفيذ طبعا ربط كهربائي أمن غدائي العديد من التبادلات وتعظيم الاستفادة من أواصر العلاقات فايدة ده دكتور عبد الله في الوقت اللي بيعاني فيه المجتمع العالم كله من أزمات اقتصادية خلي بالنا أن العلاقات المصرية الأردنية العراقية علاقات قديمة احنا بنتحدث عن يعني من الدول العطيقة في المنطقة والدول المحورية يعني المحور ده محور العراق مصر الأردن هو محور هام جدا 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 وعلى فكرة ممكن نتعمل العديد من تبادل المشروعات والأشياء الاقتصادية ما بين مصر والأردن والعراق وبالذات مصر والأردن يمكن العراق يمكن عشان التحولات الشديدة اللي حصلت بعد غزو الأمريكي العراق وده طبعا أدى إلى مشاكل كثيرة يمكن بيعاني منها العراق حتى الآن ونتمنى طبعا للشعب العراقي كل خير إن شاء الله ويعدي من هذه المحنة الشديدة لكن علاقة مصر بالأردن هي علاقات طيبة الغاية علاقة جلالة الملك عبدالله بسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علاقات أكثر من طيبة على فكرة العلاقات شهدت تطور كبير جدا وبتزداد عمقا وقوة وشفنا العديد من المناسبات العربية والمناسبات العالمية وجود مصر بجوار الأردن وده شيء طبعا بيساعدنا جدا لأن بذات الدول العربية لما يكون دول حدودية ليها علاقة بيكم ده بينعكس على الشعبين انعكاس إيجابي وشفنا العلاقات الطيبة وتوصيات جلالة الملك عبدالله بالشعب المصري عموما وأي حد من العاملين في الأردن توصية شديدة جدا فلما يكون في مثل هذه الزيارة رئيس مجلس النواب الأردني لمصر ولدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مدبولي طبعا ده بيسعدني ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق الصحة معناه ان الاتفاقيات مش مجرد حبر على ورق لا دي هتبتدي ان هي تتفاعل على الأرض وده هينعكس إيجابا على الشعبين المصري والأردني في شاتة المجالات وخصوصا المجالات السياسية والاقصادية احنا على فكرة هناك تنسيق غير طبيعي وعالي المستوى ما بين مصر والأردن في أعلى قياداتها متمثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله وبالتالي احنا شايفين ده يعني كتير جدا اخر مرة لما شفنا في دبي لما سيادة الرئيس موجود وكان برضو جلالة الملك عبدالله موجود وبالتالي ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح ولذلك انا بقولك انا بعتبر الفترة دي هي فترة العصر الزهبي من العلاقات المصرية العربية العربية كمان يعني علاقات طيبة وقوية للغير بكل تأكيد يعني يا رب دايما كان ان شاء الله يا رب دايما متجمعين دايما ان شاء الله على خير يا رب وتصب في منفعة البلدين والشعبين بإزدلا لازمنا مع حضرتك وستاذة مشاهدين مع اخبار مجلس الوزراء حيث التقى الدكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة خلال اللقاء استعرض اللواء بهاء زيدان عددا من الموضوعات الخاصة بجهود توفير الأدوية ومستلزمات الطبية وكذا خطة التنفيذ المرحلي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية كما استعرض الجهود المبدولة مع عدد من شركات ومصانع الأدوية العالمية من أدنى العمل على توطين صناعة عدد من الأدوية كما وجه مدبولي بعقد اجتماع خلال الفترة القليلة المقبلة بحضور وزراء الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة ورئيسي هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وكذا رئيس غرفة صناعة الدواء بهدف وضع خريطة طريق لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية وكذا تحفيز هذا القطاع على تصدير للأسواق الخارجية جينا للنقطة المرتبطة برضو بالموضوع الأولين نحن قد نتحدث عن الرخصة الزهبية والتهيئة مناخ استثمار مناخ استثمار في صناعات كتير زي ما حالتك أشارت في البداية دكتور عبدالله صناعات غدائية وصناعات دوائية بس هنا محتاجين نتوقف في نقطتين النقطة الأولى فكرة أن صناعة الدواء في مصر هي صناعة قديمة لو نرجع للتاريخ فأنا نتكلم من 1839 لدينا الآن فيما يعفوق 194 مصنع دواء وإنتاج بالنسبة للإنتاج العالمي حوالي كلمة 10% فده إنتاج أكيد ليس بالقليل في أيضا تجربة مصرية هامة بإنشاء مدينة خاصة بالدواء في الخانكة محافظة الأليوبية لأنه واحد من أعمدة أيضا الأمن القومي والاقتصاد القومي في مصر شوفنا ده أيام كورونا بزياد كورونا كان في حروب لولا إن إحنا عندنا نسبة من الدواء بنصنعه كان زمان الأزمة تفقمت بشدة نظبط شايف هذه التصريحات الهمة الدكتور مصطفى مدبولي تأثرها وإزاي ممكن نسرع من وطيرة الاستثمار والتصدير للدول الخارجية في الدواء المصر خلينا نشوف هل الدولة المصرية فعلا لديها الرغبة في وجود استثمارات طبعا الإجابة نعمل الدليل على كده ما فعلته الدولة المصرية متمثلة في سيادة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء لما تعلق بالرخصة الزهبية وده كلمنا عنه في الاستثمارات كتير مع حضرتك هنا والدليل على كده استجابة دولة رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس هيئة العمل الاستثمار احنا كنا حدثنا في القناة المحترمة وفي برنامج حضرتك اكتر من مرة اني ما ينفعش ما يكونش فيه رئيس هيئة عمل الاستثمار فترة طويلة فتم تعيين رئيس عمل الاستثمار وقيادة محترمة جدا رئيس الهائة عمل الاستثمار حاليا قيادة محترمة جدا قيادة وعية جدا اصبح لدينا ما يسمى بالرخصة الزهبية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء كل ده بينعكس ايجابي على الصناعات في مصر وبالتالي كل ده شيء ايجابي لمصلحة الدولة المصرية وللصناعات المخازن دي مهمة طبعا مهمة احنا شايفين لولا وجود الصوامع لتخزين الامح لولا وجود مخازن زي كده والترخيص ليها والسماح ليها لقدر الله اي ازمة كبيرة المخازن دي بتنفعك في هذه التوقيت عشان كده مزيد من الترخيص لهذه المخازن وهذه المصانع هو ينعكس ايجابا على وفي نفس الوقت مع مرور الوقت هيوفر لنا برضو دولارات عشان كده اتجاه الدولة وبقوة في هذه المجالات بذات المجالات الطبية وجرأ ده امر في غاية الاحباء بكل تأكيد واسمحي نختم جولتنا في صحافة النهاردة دكتور عبدالله مع حضرتك بهذا الشأن الدولي حيث اعلنت مصادر في الخارجية الاسرائيلية بأن اوكرانيا تقدمت بقائمة من الطلبات لاسرائيل وذلك قبيل زيارة وزير خارجية اسرائيل لكييف وهذه الزيارة هي الاولى لوزير اسرائيل لكييف منذ نحو عام وتحديدا منذ انطلاق العمليات العسكرية بين روسيا واوكرانيا وكانت الخارجية الاوكرانية قد طلبت اسرائيل بتمديد وتنديد واضح للعملية العسكرية الحقيقة يعني الخارجية الاوكرانية مازلنا والخارجية الاوكرانية بتطالب اسرائيل منها تندد بالعملية الروسية وفي نفس الوقت كان فيه موقف حصل فيه اواخر شهر الماضي اواخر يناير بان امريكا طلبت من اسرائيل مادة اوكرانيا بسواريخ خب هم بيتعجلوا مواجهة اسرائيل مع روسيا وده خلي بالك ان اسرائيل جت لها فترة من فترات كانت قريبة جدا من روسيا خصوصا فيما يتعلق بسوريا تحديدا وكان فيه تقاربات شديدة جدا 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 فيه وقت من الوقت دلوقتي للأسف الشديد بيحاولوا ان هم يعملوا مواجهة ما بين روسيا وما بين اسرائيل ده بيفصل دكتور عبدالله ان اسرائيل اتهربت من طلب امريكا بمادة اوكرانيا بسواريخ خب وقالت انها غير صالحة للاستخدام وها تتهرب لاني مش من مصلحة مش من مصلحة يعني انا اعتقد ان الضربات حتى اللي بتعملها اسرائيل لاجزاء في سوريا وخصوصا بيتعلق بالميليشيات ايران الموجودة في سوريا هو بالتنصيق بالتأكيد بين سوريا وبين روسيا وما بين اسرائيل فلو هي ساعدت اوكرانيا ومدتها بهذه الطلبات روسيا تحت ساعد ايران بالتأكيد هتفقد هذه الميزة القادة في اسرائيل ما اعتقدش ان هم اغبياء الى درجة ان هم يلبوا كل الطلبات الامريكية والطلبات الاوكرانية ويفقدوا الميزة دي لان هو عندها خط مواجهة مفتوح في منطقة جولان وسوريا فلو فقدت هذه الميزة واصبحت روسيا في مواجهة اسرائيل فيما يتعلق في المنطقة اقول حتى في سوريا فقط ده اسرائيل هتبه هي الخاسر اكبر انا اعتقد كل هذه الطلبات وكل هذه الضغوط لن تكون الاستجابة كما يظن في اوكرانيا او في الولايات المتحدة الامريكية يعني مثلا من استجابة 100% بيتوقعها الاستجابة يكون 10 او 15% لان اسرائيل ليست بالغباء ان هي تستجيب لهذه الطلبات وتفقد العلاقات مع روسيا وبتالي تفقد ميزة البيرة اوي 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 فيما يتعلق بخط المواجهة نجال الجو المفتوح مع سوريا ده يعني واضح جدا ان فيه بيبقى تنصيق في كثير من المعاقف مظبوط يعني نأمل ان شاء الله يعني دايما كده بنخطب مع حضرتك نتمنى الحرب عموما تنتهي ان شاء الله يا رب يا رب يا عم السلام سائر بلاد الدنيا كلها يا رب ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الاسبق على هذه القراءة المتميزة كالمعتا دكتور عبدالله دكتور عبدالله واحنا بنخطب مع حضرتك روحت قبل كده حيال غرية اه طبعا رحت حيال غرية طبعا 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 حيال غرية ده من اجمل الاحياء الشعبية في مصر من اجمل المناطق حوالين مسجد سيدنا الحسين منطقة جميلة للغاية يعني انا رحت برضو زي حضرتك لكن ممكن يكون في بعض السادة المشاهدين في اماكن متفرقة بالمصر مرحوش ندعو حضرتكم دلوقتي لمشاهدة تقرير كده يعني بيحكي قصة حكاية حيال غرية شكرا